للمرة الرابعة منذ بداية الشهر الجاري تستهدف الغارات الصهيونية مواقع للنظام وحليفته الميليشيات الإيرانية فيما يواصل النظام السوري هجماته اللفظية مكتفيا بالقول تارة إن الدفاعات الجوية قد أحبطت الهجمة الصهيونية وتارة إنه سيختار المكان والزمان المناسبين للرد على الهجمات آخر هذه الضربات الصهيونية حصلت فجر يوم الأربعاء مستهدفة مواقع في ريف محافظة القنيطرة وأطراف مدينة دمشق مصادر إعلامية أكدت أن الغارات طالت معسكرات ومواقع للدفاع الجوي في القنيطرة ومحيط دمشق أبرزها مطار دمشق الدولي ومطار المزة العسكري ونقاط في ناحية السيدة زينب جنوبي دمشق وأهداف في ناحية الكسوة وبلدة زاكية في جنوب غرب محافظة ريف دمشق حيث توجد كتيبة دفاع جوي تابعة للفرقة السابعة إضافة إلى مواقع لفيلق القدس التابع للحرس التوري الإيراني في تلك المناطق تلك الضربات يقول صهينا أنها تأتي في سياق استراتيجية عسكرية هدفها منع الإيرانيين من ترسيخ وجودهم في الجنوب السوري إلا أن النظام وحلفائه الإيرانيين لا يقومون بالرد بالتزامن أيضا مع الصمت الروسي عن تلك الغارات وعدم استعمال النظام لمنظومات الدفاع الجوي الروسية وهذا ما فتح الباب مجددا على مصرعيه أمام تساؤلات كبيرة مريبة عن غاية وأبعاد هذه الضربة ويرى مراقبون أن روسيا لا ترد ولا تمنع تلك الغارات لأن هناك تفاهمات عالية المستوى بينها وبين تل أبيب تضمن استهداف الأخيرة المنشآت والمجموعات التابعة لميليشيا حزب الله والحرس التوري الإيراني وقوات النظام السوري في حين تضمن روسيا علمها بالعمليات وضمان عدم استهداف مصالحها أو المجموعات المحلية التابعة لها وهذه التفاهمات تعلم بها إيران والنظام ولكن لا مكان للاعتراض عليها أو أخذ موقف منها فيما يرى آخرون أن النظام والميليشيات المستهدفة غير قادرين على الرد على هذه الاستهدفات ولو بالحد الأدنى فهي تتطلب مواجهة السلاح الجوي الذي يقوم بهذه الاستهدفات وهذا الأمر يتطلب منظومات دفاع جوي متطورة لا يمتلكها النظام ولا إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر